الحرب السورية تطوي سنتها الثامنة فيما لا يزال الشمال أزمة مفتوحة الأنظار إلى إدلب حيث يتأخر حسب المعركة لعدة عوامل كثرة المدنيين والخلافات الدولية وتمركز الجماعات المتطرفة فهل تشكل السنة الآتية خاتمة الحرب السورية أرحب بضيفنا من باريس الكاتب والباحث السياسي السوري طارق عجيب مساء الخير سيد طارق كل عام وأنت بخير ومرحبا بك معنا من جديد عام مهم مرة على سوريا العام الماضي وخاصة فيما تعلق بالتطورات الميدانية في الشمال تحديدا ولكن كما أشرنا في المقدمة الحسم تأخر في الشمال لماذا برأيه مساء الخير وكل عام والجميع بخير في اليوم الأخير والليل الأخيرة من عام 2016 ومنياتنا إن شاء الله للجميع بعام كل فرج وفرح وخير وصحة التأخير أسبابه كثيرة لأنه لم تستوي كما يقال شروط التسوية أو لم تنضج شروط التسوية التي مكوناتها الخارجية أضحط أكثر من مكوناتها الداخلية وهذا أصبح معلن بشكل فضل لهذا السبب أعتقد هناك تأخير في التسوية وخاصة أن التسوية دخلت على خطها أيضا أو الفرج أو الانتهاء التأخير دخل على خطه بؤر استفزازية أو بؤر ساخنة جديدة إن كان في ليبيا آخر بؤرة وإن كان في العراق وإن كان في لبنان وجميعها في جغرافيا واحدة عدا ليبيا هي جغرافيا بعيدة ولكن فيها وقود يؤخذ من المنطقة وشريك رئيسي أو طرف رئيسي في كل المصائب التي أصبت بها المنطقة وهي تركية يعني في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وما شابها فأعتقد التأخير هو اللي يتأخر انضاج الشروط التسوية التي ترضي الأطراف الفاعلة والمؤثرة الكبيرة في العالمية والإقليمية للوصول إلى كما قال المراحل الأخيرة لا نستطيع أن نقول أنه يمكن وصول إلى الخواتيم ولكن إلى المراحل الأخيرة أو الخطوات الأخيرة من انتهاء من موضوع الأزمة السورية وبدأ أغلاق ملفاتها أو ثغراتها الكثيرة لهذا السبب سيكون هناك تأخير وخاصة لدخول عوامل جديدة في المنطقة سأعتقد لن تكون من السهولة أن تنتهي بسرعة وهي مؤثرة بشكل كبير على الساحة السورية فسيكون هناك انتظار إضافي للتخمين اللي كان الجميع ومتوقعوا أنه ممكن يكون باتجاه الألفين وعشرين ألفين وعشرين هو سنة بداية انتهاء الأزمة السورية التأخير لم يكن فقط على المسار الميداني أستاذ طارق على المسار السياسي أيضا الأمور لم تتحرك كثيرا يعني اللجنة الدستورية راوحت مكانها لفترة طويلة ومسألة المبعوث الدولي أيضا لم نشهد الكثير من التقدم في عمله أيضا لماذا برأيك؟ المسار السياسي مرتبط بالمسار الميداني بكل صراحة لأن الأطراف هي تنتج على الميدان وتترجم نتائج الميدان على طاولات السياسية يعني حتى اللجنة الدستورية وأنا ما زلت عند وجهة نظر التي تقول أن هذه اللجنة الدستورية خلقت فقط لأرضاء الأجواء العامة وأنها حقد يعني هواء يعني بس أقول عبارة قد لا تكون مرضية لجميع هو نفاق سياسي أكثر ما هو حل سياسي أعرف شلون يعني الكل سيذهب إلى اللجنة السورية وأخذوا وعطوا وردوا وحكي واقتراحات وفلان زعي الوقت بتكون تركيا مش راضية وجماعة كما يقال النظام بيزعلوا وقت بيكون هناك مش راضية هذا حكي أخذوا ورد يعني حقيقة الفصل في الأزمة السورية أو الخط الأقوى في الفصل للأزمة السورية هو الميدان ونحن نرى الآن أن أدلب هي الجغرافية الساخن الآن على الجبهات السورية وكما ذكرنا سابقا أنه يعني من المؤكد أن جيش السوري والدولة السورية لن تترك هذه المنطقة مفتوحة للجميع يعني هناك على مدى السنوات الماضية كان هناك دائما مراحل وكما يقال منذ بداية الأزمة استعادة الأراضي التي احتلها الإرهاب وداعميه بسياسة القضم لأنه الإمكانية الحرب المفتوحة وحرب واسعة وعلى كل الجبهات هذا كان من الصعب جدا وخاصة أنه يعني جبهات واسعة وامتدادات كبيرة وخاصة أنه أيضا على الطرف الآخر هناك قوى كبيرة ودول كبيرة كان أمريكا ولا أوروبا ولا حتى أقليميا كان تركيا أو دول عربية أخرى تدعم هذا ما يجري في ترك المنطقة فكان من الصعب على الدولة السورية أن تكون قادرة على فتح الجبهات فنورت في قضايا كثيرة في مجال التسويات في مجال المصالحات في مجال حرب عسكرية يعني كان هناك وطبعا ودعم من حلفائها الروسي والإيراني وما شابه يعني الموضوع حقيقة مرتبط في بعض ولكن العمود الفقري لتحرك الأزمة السورية باتجاه الحل هو الميدان واستطاعت الدولة السورية خلال الفترة الماضية تحقيق إنجازات كبيرة والعين الآن على إدلب وكما ذكرت دخول المشكلة في ليبيا أو هذا التسخين الموجود في ليبيا وانشغال التركي بقضايا هناك يعني هذا يدل بشكل كبير ويؤكد على أن المشاكل المنطقة متداخلة ومتشابكة بشكل معقد جدا لهذا السبب يعني أي بؤرة إضافية أو أي خلل أو تحرك في كل المنطقة على مساحة امتداد الوطن العربي للأسف من المحيط للخليج يؤثر على أصغر ساحة كان في لبنان أو في سوريا ولا اليمن ولا ليبيا ولا العراق والآن المنطقة مشتعلة فأعتقد هذا سيكون من عوامل التأخير وليس من عوامل التسريع وأن كان هناك قد يكون في تسريع للحراك الدبلوماسي ولكن أعتقد لن يكون تسريع للحلول السياسية نتمنى أن يكون عام 2020 أفضل من كل النواحي على أهلنا في سوريا شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق عجيب الكاتب والباحث السياسي السوري كان معنا من باريس